أهلا بكم مشاهدين في تصريحات أطارت كثيرا من الاستنكار والجدل قال مفتي الديارة المصرية شوق علام إنما يقرب من 50% من الجيلين الثاني والثالث من المسلمين في أوروبا ينتمون إلى تنظيم دولة الإسلامية المفتي زعم في لقاء تليفزيوني أن أعداد التنظيم من المسلمين في أوروبا في تزايد مضطرد استنادا إلى دراسة أجريت في العام 2016 دون الإشارة إلى الجهة التي أجرت هذه الدراسة ووفقا للمفتي هناك خلل في فهم الإسلام لدى هذه البلدان ولدى المسلمين الذين يعيشون فيها مؤكدا أن منظومة المراكز الإسلامية على مستوى العالم تتنازعها أجندات خارجية وتمويل سخي وتحتاج لإعادة النظري في القائمين عليها من ناحية التدريب والتأهيل والتكوين العلمي تصريحة المفتي أطارت موجة استياء وغضب على منصات تواصل الاجتماعي ووضعها كثيرون في خانة تحريض على الأقليات المسلمة في الغرب فيما عدها أخرون أسوأ من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة بحق الإسلام يقول الشريف كلام المفتي فيه مغلطات وكذب وتحريض على مسلم أوروبا ونتساءل بعدها لماذا يتطول منهم على شكلة ماكرون على الإسلام والمسلمين معالي الربراري قال إن مفتي مصر يتهم نصف مسلم أوروبا بأنهم دواعش ويدعو لتضييق على المراكز والمدارس الإسلامية هناك اعتبر أن خطابه عن الإسلام أسوأ من خطاب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وطلب مغردون المفتي بالكشف عن الدراسة التي تدعم زعمه بأن نصف مسلم أوروبا ينتمن لداعش تتسأل روز من أين له بهذه النسب والأرقام التي يسويقها وكأنها حقائق غائبة عن السلطات الأوروبية وهو الذي تبرع بلفت نظرهم إليها مفتي في الدين أم جنرال في المقابرات يقدم إحصاءات أمنية الباحث والكويتي عواد أزايد اعتبر أن التقديم هذا الإدعاء من دون دراسة بحثية حقيقية يعد هجوما على المسلمين ولا يمكن اعتباره إلا تماشيا مع الهجمة على الإسلام وأهله على حد وصفها فيما تسأل بدر همام إذا كانت نسبة تطرف المسلمين في أوروبا خمسين في المائة فأين كنتم عندما كانت النسبة عشر في المائة ويرى مغرد آخر أن تصريح المفتي يجعل الأوروبي يخاف من العمل مع مسلم أو حتى مشاورته في السكانة وكتب سري سمور مفتي السيسي لا يكفيه ضرر مسلمي مصر فقرر أن يحاول إلحاق الضرر بمسلم أوروبا اعتبر حسن مكاوي بأن المفتي ضحى بحياته من أجل البقاء على الكرسي واتهمه بمشاركة في تصديق على أحكام القضاء الظالم لإعدام الشرفاء والأبرياء من الشعب المصري على حد وصفها نتقي المشاهدين إلى قصتنا الثانية عائلة رجل الأعمال السوري رامي مخلوف تترك البلاد وتغادر إلى دبي عن طريق مطار رفيق الحريري في بيروت على مدن الخطوط الجوية الإماراتية خبر تنقلته وسائل إعلام محلية لبنانية جهاز أمن مطار بيروت أكد في بيان نقلته الوكالة الوطنية للإعلام أن رزان عثمان زوجة مخلوف دخلت لبنان برفقة ثمانية أشخاص من بينهم طفلان من خلال معبر المصنع الحلودي مع سوريا في الثاني من الشهر الجاري عائلة رامي مخلوف غدرت البلاد في نفس اليوم عبر صالوني شرف بقيمة 500 ألف ليرا لبنانية للصالون الواحد وذلك بعد أن وصلت برقيتان إلى مطار رفيق الحريري لم يذكر الجهاز الأمني للمطار الجهة المرسلة لهم وغدرت العائلة مشاهدين إلى دبي تأتي في إطار الخلاف الذي بدأت معالمه تضضح بين السلطة الحاكمة في سوريا ورامي مخلوف بعد اتهامه بالتهرب الضريبي في شهر أيار الماضي موضوع عائلة رامية مخلوف أصبح حديث الساعة على موثقات تواصل الاجتماعي وحفلت التغريدات بتساؤلات وتكهنات عديدة فهنا رفيق توجه بسؤال للسلطات اللبنانية إن كان مسموحا دخول الأجانب أم أنه كان خطأا عسكريا السماح للعائلة بالدخول مع مرافقهم بشكل مباشر أما عن صاحب هذه التغريدة فيشير إلى أن هناك علاقة ما بين الحرائق التي نشبت في صاحل السوري ومغادرت العائلة البلاد قبل حدوثها وتسأل أيضا محمد عن دور الدولة اللبنانية في هذا الأمر وما إذا كانت على علم بما حدث في مطار رفيق الحريري وعما ستستفيد منه الإمارات من هذا الموضوع تقول سلامة مبارك للإمارات بمليارات الدولارات من جيب السوريين سوف تنفذ مشاريع على أرضها وعقارات وضرائب للحكومة الإماراتية بدا مشاهدين نصل لختم هذه الفقرة عودة من جديد لساميلا رويدا شكرا لكي سي على فرم شكرا لكم شكرا